بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من تواصل لعل هذا الاسم الذي ينفذ إلى القلب مباشرة يحمل في طياته الكثير من المعاني حين نقول تواصل فنحن نقول نحن معك في نفس الخندق نحن نشعر معك بالألم والأمل والحياة الحياة البرنامج لابت ألولي فكرته يعني الأستاذ عبد حميد توفيق المحترم والأستاذ ولي الحياة كلموني في اسم البرنامج فساعدت جدا بهذا الاسم واعتبرته برنامجي الخاص لأنه يعني موجة قلبي مظبوطة قوي على هذا البرنامج نحن نتواصل معكم نحن نشعر بكم نحن نقدم لكم منبرا من المنابر لطرح كل الرؤاء فعلشان كده بقول أنه البرنامج ده اللي حيبقى معاده إن شاء الله ساعة عشر وحيبقى معاد ساعة بيت حنتواصل فيه مع بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى وربنا يجعل مجهودنا فيه في ميزان حسناتنا في الآخرة وميزان حسنات القائمين على القناة بإذن الله تعالى هو يعني بارقة أمل هو براق يصعدنا إلى العلاج إن شاء الله فأنا أي حد عنده مشكلة حيتواصل معانا سواء على صفحة البرنامج أو سواء على التليفون في الأرقام الموضحة أمام حضراتكم على الشاشة دلوقتي وحنحاول جاهدين إن إحنا نحل كل المشاكل الطبية أي أن كانت خصوصها دا حمل كبير وما نعتبروش وعد قد ما نعتبره شعور لإنه لو اعتبرناه وعد أكيد مش هنقدر نفي بالعهد من أولها كده لإنه الطلبات الناس كتيرة وقدراتنا قليلة لكن يكفي إن إحنا هنحاول نساعد كل الناس اللي تتواصل معانا في هذا البرنامج هنوصل بعضهم لبعض الاستشاريين الكبار بكشوفات مجانية هنحل للناس بعض مشاكلها اللي في وزارة الصحة ويمكن الحياة بعد شوية حيكون معانا يقيمة الدكتور أمير التلباوي أو الدكتور الرضو إمام ودولة في مشروع الرعاية الصحية الجديد المدير التنفيذي هو دكتور أمير والتلباني والدكتورة رضو إمام هي المسؤول الإعلامي والتوعوي الصحي لمشروع الرعاية الطبية اللي هو حلم مصر حلم المصريين الآن وأنا سفرت النمسا وسفرت المجر سفرت ألمانيا سفرت فرنسا سفرت هولندا خايف أنسا أماكن يعني سفرتها وكنت كل ما أروح مرة أحلم ببلدي فيها مشروع زي التأمين الصحي الكامل نتمنى أن المشروع ده مش بس سيارة النور ولكن يسير بخطة سابتة زي اللي شفناها بره لأن بلدنا تستحق وأهلنا يستحقوا أن لا يجدوا أي معاناة على فكرة المشروع ده لو تحقق بالصورة اللي طلبناها احنا وطلبها القائمون عليها أعتقد أننا هتنقلنا الناحية تاني خالص وحيبقى كل عيان علاجه على نفقة دولته فبالتاني ما فيش أي مشاكل في المعاناة للمرضى خالص هنبتدي بفقرة سابتة كل مرة إن شاء الله طبعا احنا أول حلقة النهاردة بالنسبة لي أنا في تواصل لكن هيبقى البرنامج عبارة عن فقرات متنوعة أول فقرة هتبقى على طول عن كورونا يعني هنعمل أول دقايق في البرنامج عن كورونا وحتكون بدون مقدمات يعني المقدمة الطويلة اللي قلتها دلوقتي كان لابد منها لاستكشاف الرؤى حول حقيقة وكون هذا البرنامج لكن الحقيقة أنا عايز أقول إنه كورونا مباشرة الموجة الثانية لكورونا تعالوا نقول العنوان ده الموجة الثانية لكورونا وزي ما أنا قلت أنا صدر لكتابين تبع أخبار اليوم وازدعوهم في مصر كلها الكتاب الأول كان اسمه أسرار فيروس كورونا والكتاب الثاني اسمه كيف تتعامل المؤسسات ولا هيئات مع كورونا الكتابين كانوا واحد في أول المرض ولو دخلت على اليوتيوب حضرتك كتاب دكتور حسين الشورى أو على جوجل بالذات على جوجل هتلاقي مختطفات من الكتابين فيهم معلومات مهمة جدا دكتور حسين الشورى أسرار كورونا طيب تعالوا نقول تعالوا نقول إيه الجديد دلوقتي في الموجة الثانية أولا الموجة الثانية أعنف من الموجة الأولى هتقول لي يا راجل ده احنا كنا فاكرينك هتبشرنا ده أنت اللي بتقول بشره ولا تنفره ده أنت اللي بتنهي برامجك دائما بابتسامة وتقول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدق وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم فين بقى البشرى يا دكتور حسين البشرى أنه الضحايا أو تأثير المرض بقى أقل ليه بقى أقل حتى لو زملاء اختلفوا حتى لو الدكتورة إناش شلتوت أستاذتي العظيمة المحترمة كتبت على صفحتها انتبهوا فإن الخطر قادم حتى لو إن الكثيرون يتوقعون إن الدولة تقفل شوية بعد 18 بعد انتهاء الدورة التانية الجولة التانية من القاعدة في الانتخابات لو لاقت إنه الأمور استفحلت شوية وزي ما بقول لكم الموضوع بتاع إنه كورونا الموجة التانية أقوى من الأولى في كل العالم مش في بلدنا بس اتنين الحلو في الموضوع إنها جاية جهاز تنف جهضني جنبي تنفسي ودايما لما حد يسألني طب إيه الفارق يا دكتور حسين دكتور حسين الشورى بيقول لنا الخطر أكتر وفي نفس الوقت المخاطر أقل إيه التضاد في الكلام ده مفيش تضاد في الكلام هو كون إن النسبة كبيرة بدأت تيجي أكتر عالجهاز الهضني ده هدى الأمور شوية لإنه شوية إسهال وإيه يعني شوية ألم في الكبد وإيه يعني شوية ترجيع وإيه يعني شوية غممان نفس بدون حاجة ترجعها وإيه يعني خدوا بالك أنا بقول الأعراض بتاعة كورونا لما تيجي جهاز هضني بسي بقولها كده بطريقة يبقى تاني اللي عنده أعراض كورونا جهاز هضني قد يأتي بترجيح قد يأتي بإسهال في الغالب الترجيح ما بيلاقيش حاجة يعني غثيان غثيان عايز يرجع ومش لاقي حاجة طبعا قد يأتي بسخونية معاها وهكذا طيب طيب معايا اتصال السلام عليكم السلام عليكم استاذ مصطفى عبدالغني ايه باشا ازاي استاذ مصطفى الله يخليك باشا اهلا بيكم اهلا بيكم اهلي اينا كلهم تشلم يا دكتور الله يخليك باشا انا عامل مركز في لقصر تقريبا بشوف الحالات بالمجان تقريبا لأهل بتوع لقصر يعني سعر الرمزي للغاية ببقى جمعة اه و جمعة لا في لقصر وبنشوف حالات مجانية في حدود خمس حالات من اللي جايين بنشوفهم مجانا خالص والباقي بحاجة رمزية خالص محبة في اهلنا بتوعينا والقصر لاننا من قناة والقصر فدول اقل حق الاهل علي اتفضل يا اخي معايا الحجة امي اه تعبانا شوية ربناها الدكتور هنا عندنا في جينا فجلا عنديك تكيير الساعة على النقد والكلام ده واخد بناك فهي تعبانا شوية بلوكيتي مش جادرة تاكل ولا تشرب وردناها الدكتور تاني اه اول ما تاجد تتصلي او تترضى النفس تهيبها خالص مش جادرة تتنفس فتعبانا يعني مش عارف طيب هي مليانة شوية ولا رفاية ربنا يديها صحة بقى هي جسرها مش جوي يعني مش جوي كم سنة سنة ربنا يخليها لك يعني هي كنتخش بسرعين سنة طيب بص كلمة تكييسات كلمة كيس على الكبد وكيس على الكلة دي حاجات لا تؤدي الى مدلول عندنا في الطب لدرجة ان احنا لما نلاقي عند حد كيس على الكلة احيانا ما نقولوش اصلا لانه مش موضوع يعني اه يتطلب متابعة لكن مش موضوع يقلق فبالتالي انا عايز اعراض قولي مثلا بترجع منفسهاش تاكل في امساك في اسهال في قلم في لانه دايما الدكتور يطلب اعراض يا اخي مستفى تفضل الاكل بس يا دكتور الشهية للاكل غير موجودة يا اخي اه لكن مفيش حرقام حموضة ترجيع مغس في البطن امساك اسهال لا 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 بعد ساعة ممكن يعني ايه والنفس بس برضو تايدا تمام طيب مفيش امساك خد بالك وفرصة دلوقتي ولست مصطفى معايا بقول كان عندي عيانة النهاردة من حدايا الاهرام شفتها النهاردة حاجة وسبعين سنة اه من اه من نقابة التمريد لان انا متعاقد مع نقابة التمريد على مستوى مصر كلها يعني فا آآ قلتلها كلمتين مهمين جدا وابقولها له استاذ مصطفى ولكل حد اي حد اي حد فوق السئين فوق السبعين بنخاف اوي من مرض آآ وحش في القولون طبعا ده مش منتشر ولا حاجة بس مهمة ااوي عن علي عشان كده كبير centr لو عندو امساك وكثر او الامساك ومستمر نخفم الحتة دي بالذات لو معاه دم الامساك معاه دم بالذات لو معاه خسسان بالذات لو معاه فقد دائم للشهية تعالى نقول الله اربعة عشان لو بابا او جدي او حد كبير في السن بيسمعنا دلوقتي نعمم هذه المعلومة وربنا يدينا سوابها بإذن الله تعالى في الآخرة تاني اي حد فوق الخمسة وستين سبعين يلاحظ حتة الامساك الامساك عنده طفل مش مهمة قوي عندي عنده رجل يعني شاب مش مشكلة لكن اللي عنده ستين خمسة وستين اول ما يبدأ بامساك انا لو قعد على الكرسي بقف او باهتم وبدله ودني اوي واسأله لحاجات المصاحبة يا ترى الامساك ده فيه فقد شهية وفقد الشهية نوعين زي ما قلت للسيدة الفاضلة اللي من حدها الاهرام النهاردة فقد الشهية انا مش نفسي اكل خالص مقفولة وفيه فقد شهية اللي هو ايه اللي هو انا باجي عند الاكل بس الاكل بيتعبني اقردتي مش راضي اكل انا بقردتي مش راضي اكل ده قصة وده قصة الحاجة التانية لتقلقنا لو مسن كبير في السن وعنده امساك وجاب دم من تحت مع البراز لمؤاخزة تمام وحتى الدم ده الوان هنحكي في حلقة نقول الدم ايه لو الدم اسود يخلي البراز زي الاسفلت زي الاسفلت ما يبقاش براز يبقى نازل ايه طبقة اسفلت فده معناه ان فيه نزيف من المعدة فوق او من الاثنى عشر لانه ده في حديد والحديد ينزل تحت يسود لكن لو لونه احمر ده يا اما بواسير يا اما في كبير السن خاف من سرطان القولون حافزكم الله واعزاكم الله بالذات لو معاه خاس هسان وبالذات لو معاه ايه سد نفسي بقى الوزن قل وهو مش قصد يخس والعام الرجيم اتنين اتنين دم مع البراز تلاتة امساك شديد بيعاني منه فالامساك من الحاجات عنده كبير السن اللي نهتم بيها طبعا ممكن القولون العصر يجيب امساك وتبقى حاجة هايفة ممكن قل اكل الخضروات تجيب امساك ودي حاجة هايفة ممكن قل تشرب المية وده سبب اساسي جدا وفرصة نقول المعلومة دي لاخواننا المشاهدين في البيوت ارجوك اززت المية في ايدك اززت المية جنبك اززت المية امشي بيها في الشارع خل المية حبك وحياتك اربعة لتر مية كبار هم متطلبنا من اليوم طب العلم بيقول ايه العلم بيقول كل تلاتين كيلو جرام من وزن حضرتك محتاجين لتر مية في البيت طب طب يا دكتور حسين لو احنا لو احنا بنشرب يانسون وكراوية وا 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 نعمل ايه طبعا ده يتخصر من الاربعة لتر فبالتالي اللي يشرب كمون كتير كراوية كتير ينسون كتير نعناح كتير الاخ الاخ ده مهم جدا 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 لانه كأنه بياخد الحاجات دي انا بس يعني اتمنى تسيب بياناتك في الكنترول سيد مصطفى معايا طيب قطع الاتصال بس اتمنى يتصل تاني ويسيب بياناته وانا اكراما لامه اكراما لامه ربنا يحمي امهاتنا كلها ويطاول عمر امي يا رب وكل امهاتكو يا رب وحبا في هذا الرجل هضمه تابع الخمس حالات اللي بشوفها مجانا او حتى فوق الخمس حالات مش تابع الخمسة خليناهم ستة الحالة دي مجانية هيجينوا لقصر شارع التلفزيون امام باب مستشفى لقصر الدولي يوم الجمعة الجاية انا اليوم كله مع اهالي لقصر وانا كده في خمس حالات مجانية زائد حالة ام الاستاذ مصطفى هنشوفها مجانا هنعمل لها اشعة تلفزيونية مجانا هنديها كل ما نستطيع ان نقدمه لها مجانا معايا الدكتور فرج كوسة من كفر الشيخ وهو استاذ علم نفس تربوي وشخصية محترمة فاضلة كنت بدردش معاه الحقيقة وهو من الناس الوعيين جدا دينيا وكمان علميا فعايز اخد رأيه بس في النقطة دي انه هل الدين حسنا على الاهتمام بصحتنا وليه في ناس يعني ما بتهتم مش بده وايه رأيه في انه الاعلام كيف يؤدي دوره المنوط به امام هذه الموجة اللي احنا بنقول عليها الموجة الثانية من كورونا دكتور فرج كوسة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا معدد دكتور ربنا خلي فعضتك الحمد لله والله انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك وسعيد جدا ان انا بتشرف جدا ان انا اكون معكم على القناة فانزل ربنا يخليك دكتور فرج حضرتك تشرف اي حد والله اتفضل افان الله يخليك بالنسبة للسؤال حضرتك قلت ان الصحة دي ربنا سبحانه وتعالى والدين الاسلامي وكل الاديان السماوية حسيتنا ان احنا نحافظ على صحتنا الصحة الجسدية طبعا وكل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا في الارض ومصخر لان الانسان يحافظ على صحته وطبعا فيه كتير من الايات الكرآنية وشرائع السماوية اللي بتحس الانسان ان يحافظ على صحته وجسده اما بالنسبة للنحية النفسية فخلقت اساسا خلق كثير من العلوم لصحة لخدمة الانسان وخدمة صحة الانسان وانا هتكلم طبعا بحكم تخصصي علم النفس التربوي ان اساسا لب علم النفس التربوي هو دراسة السلوك الانساني وبالتالي الانسان الصحيح هو الانسان العقليته سليمة وعملياته المعرفية سليمة لدراسة عايش باريحية معرفية واريحية ثقافية ويكون علاقاته سوية مع الناس نعم نعم حضرتك بتحرص كاستاذ تربوي في جامعة الازهر يعني قيمة وقامة انه الاسرة تحرص على لبس الكمامة يعني انا لحد ما دخلت الستوديو وانا لبس الكمامة طبعا الجوانتي فرصة اقول للناس ان الجوانتي اثبتت منظمة صحلة عالمية انه الاستغناء على الجوانتي واستخدام المطهرات وغسل الايد احسن من الجوانتي الف مرة لان الجوانتي ساعات يجمع الفيروسات علشان كده بضم صوت لصوتك واقول خلينا في الكمامة وغسل الايد افضل من الكمامة والجوانتي كيف تحض اسرتك على هذا دكتور فرج تفضل كيف تحض الاسرة والمحيطين بهذا تقول لهم ايه في رسالة سريعة كده بسرعة والله يا فندم احنا يعني الوقاية خيره من العلاج يعني احنا دلوقتي في وابع يفض علينا تقول لنا قيود مش بأرادتنا غصبا عننا يعني هو لبس الكمامة واستعمال المطهرات والبعد الاجتماعي وكل ده متطلبات ضرورية جدا للحفاظ على صحة الإنسان وسحة الشعب عموما يعني دكتور فرج كوسة شكرا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة قيمة وقامة الحقيقة أستاذ علم النفس التربوي كلية تربية جمعة الأزهر وحد من العلماء الأفاضل اللي يعني استنرنا برؤيته النهاردة لأن أنا حبيت أخلط بين حاجتين الحقيقة بين السلوكيات يعني يمكن وقت البرنامج النهاردة ما يسمحش لكن يمكن يكون لنا تواصل إن شاء الله مع حضرك أنا بشكرك على تواصلك ودايما أنا بحاول يبقى فيه بعد ديني من باب على دا يعني معي اتصال السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور أختي ولاء من البحيرة أهلا بيك أزيك يا دكتور عمل إيه الحمد لله يا أختي اتفضل يا أختي لو سمحت يا دكتور أنا تعبنة من فترة بقال السنة يعني تعبنة كنت معدتني وكان الكولون عندي تعبن فعملت منظير فالحمد لله تلح شوية التهابات فبعد كده لحظة بس منظر فوق ولا تحت يا أختي احنا فيه منظر من الفم منظر من تحت ومنظر من فوق تمام تمام ألف سلامة طالعا ما فيه فيه بكتريا حلزونية يا أختي ولا ما فيه لا لا ما طالحش فيه حاجة من دي خالص عند التهابات وخدت لها علاج وغيرت فترة يعني ما كلش بس الحمد لله بعد كده تحسير تمام ايه الشكوى الآن الشكوى الآن يا أختي دلوقتي ان انا فيه حاجة في زوري يا دكتور دايخة عليها من شهر رمضان اللي فات ومفيش ولا دكتورة عارف يعالجني حاجة في زوري زي مخاطب البلغن كل شوية عايزة اعمل كده فيه شرقة كده زي كده بكتنحم يعني حاجة كده لا لا يا دكتور هي حاجة مخاطب زي البلغن حاجة زي البلغن جوه في زوري بص ما بترش باستمرار يعني بص كل ثانية عايزة تشرب مية تجر البلغن البلغن ده لا يا دكتور ما بتحركش برضو ما بتحركش بس انت بيجي لك احساس انك عايز تشرب مية كتير هو ما بتحركش ولا مش عايزة أسرب مية فباشرب ينسون برضو ما فيش فايدة فاروشت البكاترة كتير يقول لي حساسية حنجرة ولي يقول لي ارتجاع مري انا مش عارفة بالمريء يعمل كده طب هنمسك حاجة حاجة بس اسمعيني اسمعيني اكتر بنحاجة بيحوموا حولها ده عشان كده انت تعبتي معلش وطي التلفزيون واسمعيني من التلفون يا اختي ايوة ماشي ماشي نسامعك تمام طيب احنا عندنا الاول عايز انصحك انك تبص على حد بتاع جيوب الانفية وتقول لي لي هل في صباح بتاع جيوب الانفية ولا لا المناخير بتتقفل ولا لا ساعات بيجي رشح كتير ولا لا تمام عشان البلغم ده يا امه جاي من فوق يا امه جاي من تحت عملت اشعة مقطعية يا دكتور نعم عملت اشعة مقطعية على الانف وطلع ان الدكتور اللي قال قالي بص ده ملهاش حاجة بالانف خلاص انت عندك التهابات بسطة في الجوب الانفية ما تعملش اللي عمل ده بس ممكن يكون عندك انت اتجاه في المارية تمام فانصحك تروحي لدكتور معدى ما حكملك انا اصدي بتاعتي يا اختي اللي هو ايه المعدة والمارية ما احنا عندنا مالهمشي تالت على فكرة مالهمشي تالت يا دي يا دي وفي الحالتين بيتحوشوا ويعملوا طبقة بيخة اوة ايه لا اوي وغلسة اللي انت بتقوليها اللي انت بتقوليها لو سمحت يا دكتور هو ده يعمل يعني كل ثانية بلغة بيطلع بلغة بيطلع كده اه اه يعمل كده ومزهقني وخنقني يعمل كده وما بعرفش اخد نفسي تمام تبقى اعمل ايه يا دكتور يعني حاليش عايزك وخدت انواع الادوية كلها ومزيبة للبلغة وما فيش اي تحسن ولا اي حاجة خالص حاضر الف سلامة احنا شفنا حالات كتير زي كده وتحسنت فمش عايزك تقلقي بس انا عايز حضرتك بس تقولي لي عملت اختبار البكتيريا الحلزونية او الجرسومة في البراز ولا اقطع الاتصال ولكن اقدر انا اكلمها لان افتح التلفزيون اكيد لسه عايز اقول لحضرتك يا استاذة ولا من البحيرة الف سلام عليك هنعمل حاجة الاول وبعدين حاجة تانية لو الحاجة الاولانية طلعت سلبية الحاجة الاولانية هي بكتيريا حلزونية بكتيريا حلزونية في البراز ويجي انا تقريبا في كل حلقات اي حد المعدة تعباه بطلب هذا الاجراء وبقول في البراز مش في الدم ولا في النفس في البراز لانه لو الدودة موجودة بتاعت المعدة خدوا بالكم لازم نفرق بين الديدان اللي في القولون زي الاميبة وزي الانكلستوما وزي الاسكارز وزي الاخ وبين الدودة اللي في المعدة اللي اسمها البكتيريا الحلزونية او الجرثومة البكتيرية وان شاء الله بإذن الله لو طلعت موجودة حنعالج ده وفي كلام كتير مهم عايزة اقوله الستاذة ولاء ان شاء الله طيب معايا تصال تاني السلام عليكم اي يا دكتور السلام عليكم ستستوفيق من كفر الدوار يا الله بقول لحضرتك يا دكتور معايا إسهال وضغت على العلاج ما فيش اي نتيجة جاي عاملة معايا اي حاجة ماشي فكنت هعمل منزار المنزار الجهاز اتعطت فانا الاسهال نشفني بص خلاص يعني وبدأت بقالي اسبوعين ان انا بدأت نفسي ان انا تفزع من الاكل واخل مسلوء بقى وكلام طب هل الاكل المسلوء جاي بفايدة يعني الاسهال يعني هل الاكل المسلوء الدنيا ارتحت شوية لا 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 ولا اخل بص اشرب المية ثانية اه اي انواع علاج طب خد بالك برضو الاسهال هيخليك تهفت شوية جسمك هفتان طول الوقت عشان جلدك بكرمش عينك داخل الجوة لو هو كتير اوي كده اه ده حقيقي اه ايو يا دكتور ايو يا دكتور طيب هل في علاقة بين اللبن وبين الموضوع ده يعني منتجات القلبان لما تاخدها الحكاية تزيد اكتر ولا ما ربطش ولا نقدر نيجي من الحاجات دي كلها ولا نقدر نيجي من الحاجات دي كلها يا دكتور يعني انت لحظت انها اه لما بتاكلها بتتعبك فبعدت عنها ومع ذلك في اسهال عايز تقول لي كده على طول الاسهال بص بعرض مستمر يا دكتور اكل سمك ماشي اكل الفرق ماشي فاكل اي حاجة طيب لما ارضها براس زي المية يعني اسهال زي المية ولا القوام مش متماسك قوي مية مية بص مية صافية يا دكتور مية صافية اه وبعدين بينزل بقى ايه بلون غامع جامد كده بينزل بلون غامع جامد جامد يعني طب حللت براز قال ايه تحليل البراز العادي والله لسه لسه ما طالحش يا دكتور لسه ما طالحش حداك بتقول بقالك سنتين ما اقول ولا دكتور طلب تحليل براز ده الف به في الطب اه انا لسه عامله بس ما جبت وش يا دكتور لسه طيب يعني استأزينك زميلي في الكمبيوتر يعني في الكنترول يدو لك التليفون وتتواصل معايا سواء تنورني في المركز بتاعنا في 84 شارع المانيال او المركز بتاعنا اللي في اول شارع فيصل مطلع كبر فيصل او ابعتلي على الواتس لان البرنامج ده معمول في التواصل اساسا عشان نوفر على الناس الفلوس يعني فكرة البرنامج اساسا مش ان الناس تكشف عندي خالص خالص وده فكرة نبيلة من اصحاب القناة وانا انضميت للفكرة دي لكن هما كانوا اصحابها وانا دفعت عن ده يعني وبقيت معاك فيه فمش مقصود خالص انك تيجي العيادة تكشف قد ما مقصود ان انا اديك نصايح حقولها لك دلوقتي ان شاء الله طيب عشان نبقى فلنا اخت ولاء من البحيرة هتعمل ال H-Pylori Antibody Antigen Phyllis Tool اللي هو الاجسام بتاعة فيروس بتاعة بكتيريا حلازونية او الجرسومة البكتيرية ساعات الناس تبقى غلبة قوي فمش حافظين الاسم العلمي فانا عايزة سهلوا معاهم فانقول الجرسومة الحلازونية كلمة الجرسومة الحلازونية او البكتيريا الحلازونية البكتيريا الحلازونية خلينا الاسهل عن الناس مجرد بتاع المعمل ما تقوله البكتيريا الحلازونية في البراز بتاع المعدة خلاص هيعملوا مجرد ما عملوا بنبقى قطعنا نص المسافة لمشاكل الناس بتاعت المعدة صدقوني نص المسافة وان شاء الله مرة هنعمل امراض المعدة وناخدها حاجة حاجة كده حاجة حاجة في موضوع المعدة طيب بصرحة كده برضو في دول الارتجاع لازم ناخده اسمه دوكسيرازول ستين ده بالحقيقة بيحسن قوي لو البكتيريا الحلزونية موجودة او مش موجودة مهمة قوي برضو ان احنا نرفع راسنا على ما تخده طيب معايا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلد الدكتور فرق كوسة اهلا وسهلا تفضل يا ستس خالد بيت تفضل زكا الحمد لله يا فندق زكا دكتور حسين الله يخليك الحمد لله يا ستس خالد تفضل الله يخليك فيه يا دكتور قولون العصبي اه انساك على طول تمام فيه مغص معاه الاول ولا لا ساعات كده ايضا مغص ولا لا مفيش مغص جاوب القولون العصبي مجموعة من الاسئلة نجاوبها سوا امساك يبدل مع اسهال ولا امساك على طول امساك على طول طيب اه 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 بيه اللي بيسهال احيانا حال ويبقى بيبدل بقى ده اسمه يبدل ده ما انا سألتك يبقى قصد يبدل مش دائم في امساك على طول اصد اخد بقىك القولون العصبي له ثلاث انماط في الحتة دي اما امساك على طول او اسهال على طول بس طبعا مش زي اسهال اخونا اللي من كفر الدوار هنحكي عنه بعد شوية او يبدله مع بعض فالعيان يقول لك ايه والله امساك بس ساعات يبدل باسهال وساعات يقول لك اسهال بس ساعات يبدل بمين بامساك احنا كل غرضنا من ده نتأكد من ده قولون عصبي لانه القولون العصبي حاجة وظيفية مش مرضية مع الضغوط العصبية الدنيا بتبقى كده وعلاج القولون العصبي اربع حاجات معايا استاذنا من كفر الشيخ معايا ايه مع حضرتك حبيبي استاذ خالد طيب احنا الحقيقة اولا الحالة النفسية ودي عليها الربع طيب هتقول لي الله وانت يا دكتور بتعرف تبطل تتنرفس هقول لك لا ما لا يدرك كله لا يترك كله حاول تقلل الضغوط على نفسك دي نمرة واحد اتنين الرياضة ناس كثيرة جدا لما بقول الرياضة بتقول لي الله اعلقت الرياضة بالقولون العصبي الدكتور حسين الشورى بيقول لنا الرياضة الدكتور حسين الشورى ما للرياضة وما للقولون العصبي الدكتور حسين الشورى عايز يقول لكم عضلات البطن لا تسمح بتمدد القولون لما تكون قوية فعشان كده بنعمل تمرينين للقولون العصبي الاولاني اني انام على ظهر وضم الركبتين ليا وكرر دي التاني تمارين الضغط تمارين الضغط لو اتعملت الدنيا بتبقى كويسة جدا احنا قلنا دلوقتي الحالة النفسية قلنا الرياضة قلنا الادوية وده الربع علشان كده لو اشتر دكتور في العالم ادك احسن دوا في العالم حيساهم في الموضوع ده بكام بالربع يتبقى الضغوط قد ما تقدر يتبقى الرياضة ان امكن يتبقى مهم جدا 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 الغذاء ابعد على المسبق عن الدهون عن الحراء كل سماك مشوي كل سدري فارخة من غير جلد كل حتة لحمة حمرة مسلوقة كل شربة خضار واكسر من ذلك حاجات كتيرة جدا طب ايه اللي يفك الامساك عشان لو استاذ خالد احترام اللي اتصاله من كفر الشيخ حاجتين مهمين جدا ومعهم حاجتين تانين الحاجتين المهمين شرب المية بس مش في وسط الاكل يفضل ما نشربش مية في وسط الاكل ليه بالعقل كده المية بتعمل ايه احنا الاكل من اللي بيهدمه انزيمات هاضمة بيجيبها الجهاز الهضمي المعدة تطلع انزيمات والامعاء يتصب فيها الموضوع فتشتغل شوية وهكذا الدروس برضو تبدأ عملية الهضم في الفم زي ما انتوا عارفين طيب اما الايه بقى لو انا شربت مية كتير هخفف العسرات الهضمة فما تبقاش هضمة اوي هتبقى هضمة نص ونص فبالتالي يستحسن مشربش مية وسط الاكل الا لو يعني بقدر الامكان انما الشرب اللي بقوله عشان يفك الامساك مش اللي في وسط المية اللي طول النهار اللي طول النهار اللي مع ازان العصر ازان المغرب ازان العشاء مش في وسط الاكل وده اربعة لتر بمعدل لتر لكل تلاتين كيلو جرام اهم حاجة عند الخضروات دي اللي بتزبط هي والفاكهة الايه الامساك علشان كده مهم جدا حضرتك ودايما نقول لو حد كل في وسط الاكل او اوله خيارتين جزارتين طمط ميتين يستحيل يعانم الامساك في كل وجبة طمط ميتين خيارتين جزارتين بس الله الرعي ان الخيار والتفاح يتقشر لانه قشر الخيار يتعب القولون وقشر التفاح يتعب القولون رغم ان فيه مزايا في الاتنين بس عموما هنلاحظ ان كل حاجة في الدنيا في الاكل في الغذاء مفيش قاعدة سابتة دار ونافع لا يعني الفلفل الحراء رائع جدا ضد السرطان ورائع جدا فتح للشهية وتحدى اي حد نفسه مسدودة يأكل قرن فلفل حياكل كتير وشهيته حتتفتح كتير بس المادة الحارقة دي اللي في الفلفل اللي هي اسمها الكابسيسين المادة دي ضد السرطان حلوة قوي بس بتتعب المعدة تتعب الفم حرقان هنا تتعب الشرج مع البرازلة مؤخزة نار مع القولون تبوز فكل حاجة في الدنيا كده الزنجبيل رائع جدا للمناعة ضد كورونا يا سلام قالوا لي كتير يا دكتور حسين قول لنا وصفة كده بالصلاة على النبي اللي اخدها الصبح ولا نروح لأي دكتور وبالذات كورونا لدرجة اتصل بي صديق محترم جدا اسم الدكتور ياسر نور والدكتور ياسر نور ده من الاعلاميين المحترمين والتربويين الرائعين تمام زوج الشاعرة الدكتورة سمية رمضان وبعتلي على الواتس كده صفحة بتقول انه في عالم بيخاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي ان يعمم البصل على المصريين كل واحد يصحى الصبح يضرب بصلة بتقطع طرنشات فانا جاوبت وقلت له والله البصل هائل جدا ورائع جدا لكن ما ينفعش ناخد دي ونحطها في ايه مجتزق من السياق وقول لا انا عملت كشف علمي لا انتصح الصبح لو ينفع علبة زبادي من غير وش اللي هو خالي من الدسم وحضرتك حط عليها فاصتوم مهروس فاصتوم ايه مهروس اتنين معلقة ارفة معلقة زنجبيل معلقة كوركم تمام حط كمان بصلة او طرنشات من بصلة لو عرفت تتحمل القصة دي مع الحبة السوداء دولة خلطة مش عايزة اقول لك كل واحدة فيهم فيها ابحاث انها الوحدها كافية انها تحميك جدا من كورونا لكن هل ينفع اطلع انا اقول مثلا انه البصل يحمي من كورونا وخلصنا انه فاصتوم المهروس وعلى فكرة مهم المهروس مش المتقطع المهروس ثبت انه فاصتوم المهروس فاصل الواحد حتى يقي من سبعتاشر مرض وحنحكي في حلقات قادمة نقول ايه هم السبعتاشر مرض اشهرهم الدهون اللي في الدم اشهرهم الكوليسترول اللي عالي ومش راضي ينزل اشهرهم الكوليسترول منخفض الكسافة واحنا حفزنا قبل كده وقلنا الكوليسترول نوعين منخفض وعالي طب مين الحلو الواطي وحش والعالي حلو ودايما اقولها في العيادة للعينين اقول لهم ايه اول ما يجيبوا لكم سلطة الكوليسترول يقول لهم الواطي واطي والعالي عالي يبقى الواطي في الكوليسترول ايه ما نحبوش عشان هو ايه واطي طب العالي في الكوليسترول نحبه عشان هو ايه عالي وححكي في مرة ليه العالي بيدر الجسم وليه الواطي بيدر الجسم وليه العالي بيفيد الجسم بطريقة لطيفة جدا معي اتصال السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. انت عايز اسأل بنسبة يعني ضعف الجنسي وسرعة القصف. حاضر. ومالك بتقول او انت مكسوفي. حاجة تزود الحركة بتاعت الحيوانات المنوية. انت عشان الخلفة كمان ولا ايه? هو العدد كويس بس عاوزين حاجة تزود الحركة يعني. ايه بس عشان الخلفة. بتتكلم عشان الخلفة مش كده? اه. اه. طيب الف سلامة. هو عشان الخلفة يعني العدد كان مية والحركة كانت خمسة وتلاتين. والتشوهات كام? مهمة. خد بالك عدد حركة تشوهات. وهقولك ليه دلوقتي. وباخد كان كارنفيتا ومقام الغزاية. حلو كارنفيتا. ايه اللي كارنفيتا حلو. بس اقول لي. قول لي فيه تشوهات بنسبة كام? حاجة سرعة القصف وحاجة تزود الانتفاة بكتر يعني. حاضر. بس اقول لي. قول لي. بارك الله فيك يا دكتور. اتخليك معي سانية. التشوهات كام يا خالد بايه? نعم بارك الله فيك. مش فاكر. طيب الف سلامة. انت معكش اولاد مش كده? طيب. طيب. اه شاست خالد باتصل هو مكسوف. اه. ودي حاجة بفهاش كسوف خالص يعني. يعني انا عايز اقول لكم انه كنت ساعة تعمل حلقات عن الضحف الجنسي في السكر. كل الاتصالات في الحلقة تيجي ضحف جنسي وما يجيش ولا سؤال سكر. طيب. فاحنا هنقول بسرعة كده اكراما للأستاذ خالد ولا حياءة في الدين ولا حياءة في العلم. انه عموما نضح في الجنسي تلت انواع ما اللي هقومش رابع في الرجال. نمر واحد آآ عدم انتصاب. اتنين آآ سرعة قصف. تمام? تلاتة عدم رغبة. تمام? عدم رغبة ده اللي هو مالوش نفس خالص. وده على طول نعمل تحليل اسمو التستستيرون. لانه التستستيرون بيع السن. كل ما يكبر واحد في السن بيقل واحد من عشرة التستستيرون. فاحنا دايما بنتابع هذه القضية. ولمكانش الدكتور بيديله بعض الانواع من التستستيرون. تمام? مهمة قوي في اللي انا قلته دلوقتي. ان شاء الله هنعمل حلقة. سيد خالد يسمحها. هتبقى لطيفة جدا. آآ آآ كزا حاجة بقى. هناخد هناخد الموضوع ده. لانه خدوا بالكو. هو اتصل دلوقتي عشان الضحف الجنسي. مش بس عشان الضحف الجنسي. لكن عشان الضحف الجنسي اثر على الخلفة. على الخلفة. هنحكي طبعا للأستاذ خالد لو فضل الوقت في الحلقة. والحلقة هتبقى كل يوم اتنين ساعة عشرة بالليل. فان شاء الله اكيد هنلاقي وقت. نحكي دايما مع الأستاذ خالد. معي تسوالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخت ام محمد مجيزة. اتفضلي يا اختي. من فضلك يا دكتور آآ والديتي هي عندها سبعين سنة. ربنا يديها طلط العمر اتفضلي. وهي مريضة كبد. اه. 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 وان الليفة عندها نزايد اه نزيف مهبلي. ماذا? اه. والعلاج لما بقى جيب نزيفة معي. الف سلامة يا عندها تلايف كبد? اه يا دكتور. تلايف عندها عالي. طيب الف سلامة. يا دكتور انا ام محمد سماح. اه ما انا لست كنت اقول لحضرك والله. يعني. اه. 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 يعني جوزك كنا عملنا له فيديو خف مش كده المرة اللي فاتت وقلنا هنزيه على القناة ولا ايه? اه. اه. انا صوت حضرك مش غريب علي. اه. 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 لا حينزل في القناة ان شاء الله وهو خف معنا وكان حاجة جميلة جدا. طيب الف سلامة. انا والله من الصوت عمال اقول اه. هي ولا لأ. اهلا وسهلا طبعا. والف سلامة على ماما. وام محمد دي اخت فاضلة. هي وجوزها حد غالي علينا. اسمه طبعا. ايه. صح. طيب الف سلامة وحتسمعها الاجابة حالة. طيب هي والدتها سنها اه سبعين سنة ومن الناس المحترمين جدا الحقيقة. اه. يعني امها من اهل الجنة. يعني ازعم هذا. او يعني محدش يقول كده لكن اه. ست طيبة جدا محترمة جدا. اه. يعني هدوء النفس بتاع الدنيا كلها في هذه السيدة. خالص. الحالة وحشة. الحالة كويسة. هي بتاعة ربنا. ويعني مش حايز اقول لكم التسليم الكامل لربنا اه في هذه السيدة المحترمة. اه كنا تفكرين انه في حاجة في القلب. وعملنا طلح في حاجة كده بس مش قوي. اسمها اه بياستوليك جريد تو. اه 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 اه. في القلب يعني. وما كانش يعمل المشاكل دي كلها. اه عندها تلايف في الكبد وطبعا تلايف في الكبد يجيب نزيف. خدوا بالكم. ساعات النسا. تمام? نزيف مهبالي ده. يجي من الضغط بالمناسبة. انا دايما لما يجي اي معلومة بحاول اكمل المعلومة مع بعض. علشان المشاهد يبقى مستمتع بالمعلومة كاملة. ساعات الضغط العالي يا جماعة يجي منين? من اي فتحة في الجسم. هو الضغط عالي. بيدور على اي فتحة يجري بينها. فساعات يجي منين? من الانف. فحد ينزف نقول له جري اس الضغط. وساعات يجي من السنان. تقول لي اه السنان. اه لسه. ساعات تجيب دم. الحاجة التالتة المهبل. مشهور عند السيدات ان لو فيه كذا ممكن يبقى فيه نزيف من السيدة. طبعا مع اسباب اخرى للنزيف. بس انا بقول انه ساعات يبقى كده. بس في هذه السيدة الفاضلة ما كانش الضغط هو السبب. السبب ايه بقى? تلايف الكبد. طب تلايف الكبد عند السيدة دي وعند اي حد تاني بيعمل نزيف ليه? آآ الكبد بيعمل مادة اسمها البروس روم بيم. المادة دي لها تركيز معين في الدم. التركيز ده لو قل عن سبعين في المية الواحد عرض انه ينزف. يبقى تاني عرض انه ينزف لوحده او لو اتجرح النزيف ما يقفش. يبقى تاني. تلايف الكبد ساعات يعمل كده. ولزلك دايما الجراح لب بيعمل عملية جراحية لو شاطر وطبعا كلهم شطار بيجروا يعملوا البروس رومبين. ليه بيعمل البروس رومبين? مع ان الراجل ما بينزفش. بس هو دخل يعمل له الزايدة. او دخل يعمل له المرارة. لو اصلا البروس رومبين اقل من سبعين في المية. يبقى على طول العين هيفضل ينزل في قط العمليات ودكتور الجراحة يقول طم. علشان كده بيستأذن دايما دكتور الكبد في النقطة دي. هنجاوب الاخت سماح ام محمد بعد ما ناخد عزل السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور. او استاذ خالد من الجيزة اهلا بحضرتك. اهلا بيك اهلا بيك دكتور. برنامج تواصل كل يوم اتنين ساعة عشرة بالليل ان شاء الله. تابعوا معانا على طول. هنقول كل جميل وكل جديد. وهو يد العون لكل مشاهد ان شاء الله. اتفضل انا تحت امرك. الامر اللي الله يبارك لك. يا دكتور معديك يا دكتور بتاعب كل ما بايقل بتتعبني جدا. وانا عندي معايد الاساسية ليه اعتبر بتبقى بالليل. الوجبة الاساسية بالليل? اه. دي مشكلة كبيرة. اه. لازم ما اديتي على طول دي لفيه تعب. يا ممكن اكل الوجبة لسه اضعب اي لوم ابيليها. احنا مفيش امكانية انه انه ما هو حاجة من اتنين. يا الوجبة الاساسية تقدمها شوية وتبقى العصر المغرب. يا اما الوجبة الاساسية تخليها مكانها بس انت تسهر شوية. يعني يعني هو قدامنا حلين. اصف في واحد يا جماعة ما ينفحش نام بدري. هو طبعا كل الشرائع والدين والطب وكله بيقول نام بدري. تسحى بدري افضل حاجة. وهنحمل حلقة عن فضائل النوم بدري. لكن في ناس ما نقدرش نغير ده. هو في مهنة معينة ولا في طريقة مدرس وبيدي دروس. مش عارف في استاذ وبيه. ايا كان. فما نقدرش ده فنقوله ايه. يا تخلي الغدى العشة تحت شوية. يا انت تعلى شوية بنومك بعد العشة. تفضل. طيب. خلص الكلام. لكن طبعا مهم جدا انه الواحد ينام خفيف قد ما يقدر. وجبة العشة تبقى خفيسة. يرفع راسه على مخدتين. علشان الارتجاع. وهحكي مرة ليه الارتجاع وايه اللي حصل في الارتجاع. خلص وقت الحلقة. يعني دقائق بسيطة تفصلنا عن ده. عايز اقول بس انه اللبن السرسوب من الحاجات المهمة جدا. اسمه اللاكتوفيرين. لاكتوفيرين. وفي السوق بالاسمين دول. احنا هنا على فكرة حنحاول نقول اسمها قدوية. آآآ. علشان زي ما قلت. احنا بنوفر على الناس انها تقطع كشف تسكرة وتدفع فلوس. بنحاول نقول المعلومة على طول. ولو حد اتصل بها دلوقتي في اي حاجة واجعاه. انا حقول على طول ايه اللي ممكن يريحه ويجيبهم الصيدلية. هو ده فكرة التواصل. البرنامج ده كأننا طبيب في بيتك. من عشرة لأحداشر كل يوم اتنين. في دكتور معاك. او اي زن انت فيها طبية اتصل بها على طول. اتصل بها على طول. لو في تخصصها جاوبك تماما. لو في غير تخصصها ساعدك قد مقدر. طيب. اللبن السرسوب اللي احنا بنشوفه في الصعيد والفلاحين. آآ عزيز. مش مش كل يوم بنلاقي لبن سرسوب. لكن ثبت انه هو العلاج الاول والوقاية الاولى الكورونا. هتقول لي علاج ولا وقاية. بصوا. ثبت انه الكورونا لها مستقبلات على الخلية. يعني كورونا اول ما تدخل في حاجة الباب كده تروح ايه؟ لزقه في كورونا. لدرجة انه كورونا درجة اللزق بتاعه. اللزق بتاعه عشر مرات قد اللزق بتاع الايه? الانفلونزة. عشان كده تقال انه الشبح. فالعلماء سموه ايه? الشبح. ليه الشبح? لانه لما بيدخل كورونا الخلية بيلزق بقوة كام? عشر مرات قد قوة الانفلونزة الايه? العادية. وعلشان كده بقول هي اخطر اوي من الانفلونزة العادية. فاللبن السرسوب دخلنا دلوقتي في العلاج بتاع كورونا وفي الوقاية بتاع كورونا. اسمه في الصيدلية برافوتين. برافوتين. ايه بيا كم ما ينجح تقول له ايه? برافوتين. او الاسم العلمي? لاكتوفيرين. لاكتوفيرين لو جيتم الصيدلية برافوتين او لاكتوفيرين دول بياقوا من كورونا وسهبت علميا الكلام بقوله ده علميا على فكرة لو حاجة قيد بحث هقول لكم قيد بحث لو حاجة ثبتت هي ثبتت الحاجة التانية اللي عايز اقولها ان الموجة التانية اخطر من الموجة الاولى ليه في كورونا لانه في الموجة الاولى كان لو في خمسة في البيت اتنين يتعدوا تلاتة ما يتعدوش في الموجة التانية دلوقتي اسمعوني في الحتة دي مهمة جدا 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 لو في البيت جات عدوى كورونا الخمسة بياخدوا كورونا دلوقتي في الموجة التانية يبقى تاني في الموجة الاولى خمسة في البيت اتنين يتعدوا وتلاتة ما يتعدوش حتى لو قاعدوا مع بعض وباسوا بعضوا وحضنوا بعضوا واسرة مع بعديها يعني مع بعدينا لكن الموجة الجديدة دلوقتي الاسر بتجي كاملة 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 فيبقى تاني اللبن السرسوب هو اقوى حاجة الكورونا وقلنا حاجة قبل كده معلومة تانية في الحلقة انك لو الصبح خدت ارفع زنجابيل لكن طبعا مرضى الضغط ما يزودوش الايه الزنجابيل والمرضى اللي عندهم بسيولا ما يزودوش الزنجابيل زي ما قلنا على اقرسوس قبل كده حلو جدا للمعدة لكن زيادته بترفع الضغط زي ما قلنا على الكركدية قبل كده انه بيوط الضغط هو وعصير الدوم معلومات كتيرة حنقولها ان شاء الله زي ما الموز مهم جدا لانه فيه بوتاسيام فبيوط الضغط بس مرضى السكر ما يكترش من الموز لان الموز هو الموز والتين والبلح والعنب والمنجا وحشين قوي على السكر تعالوا نقول ايه وحش على السكر قبل ما نختم الحلقة تين بلح عنب منجا موز المرضى السكر يرد يقول يا دكتور حسين خلت لنا ايه خلت لنا ايه يا دكتور حسين وكمان ساعات بتقول برقوق خوخ مش 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 محببين طب انت قفلت الباب في التين والبلح والعنب والمنجا والموز وكمان برقوق خوخ مش مش سبت يقولهم سبت لكم التفاح سبت لكم الجوافة سبت لكم الكابتالوب سبت لكم البطيخ سبت لكم الكومترة في ستة ولا سبعة تانين احباب السكر احباب السكر احبابي في الله خلص وقت الحلقة بفكركم تاني الارقام اللي على الشاشة هي ارقام التواصل كل يوم اتنين ساعة عشرة هتلاقوني في انتظاركم اجاوب على كل اسئلتكم احاول احل كل مشاكلكم الصحية في اي مستشفى هنتواصل مع مديرين المستشفيات في وزارة الصحة هنخلص قرارات هنبقى معاكم سند وعون بعد الله سبحانه وتعالى احبكم في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في باري اخيك صدقة بقول تاني لو اي حد حب اي خدمة طبية 0-114-114-362 ده رقمي هجاوب قد مقدر 114-114-362 0-114-114-362 اي طلب في البرنامج ده انا هجاوب على طول ان شاء الله باذن الله تعالى عزيزي المشاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة وقال احب الاعمال الى الله سرور تدخله في قلب اخيك المسلم يختمون حلقاتهم بكلمات واختمها بابتسامة